المشهد في نادي النصر الآن قبل مباراة العين وش اللي مفروض يصير؟ فاني نحن شايفين يعني لنا أربع خمس مباريات احنا نتكلم عن نفس الأخطاء نفس المشاكل المفروض يصير طبعا أنا مع الكمان مكابرة كاسترو ولكن مباراة العين يوم الاثنين الوقت ضيق صعب أنك الآن تستخدم أي مدرب جاهز أن يحط التشكيل للمناسب للمباراة العين خل كاسترو موجود ولكن طور من منظومة دفاعية أربع اثنين ثلاثة واحد في نفس الاسلوب بس أجيب مثال لنادي الهلال اللي أنا قلتها في الحلقة السابقة الهلال على حسب المنافس يلعب في الطريقة المناسبة يقدر فيه طريقة الاستحواذ وسيطرة كل عارف من الهلال ويحب يستحوذ يحب الكرة تكون باستحواذه وبسيطرته ويحاول أنه يكون بالضغط العالي على الفريق الآخر بس التطور اللي صار بالنسبة لخصص مع الهلال لما يقول الهلال غير مع خصص هو سرعة تسترجاع الكرة إلا ما يفقد الكرة أي لاعب في أي مكان الضغط في نفس المكان هذا اللي ميز الهلال في الموسم هذا عن باقي المواسم ولو أن الهلال كان دائما متواجد في منصات التتويج ولكن النصر يلعب في نفس الطريقة أربعة اثنين ثلاثة واحد قوة هجومية ضاربة يسجلون أهداف مثل قوة الهلال ولكن على النقيد من المستوى الدفاعي إذا أنت أربعة اثنين ثلاثة واحد وطبعا نحن الدفاع ما نتكلم عن الخط الرباعي فقط نحن نتكلم من المهاجم إذا أنت مقادر ألعب في خمس لاعبين في الدفاع أخذ عبدالله خيبري من المحور حطه ضهير يمين كثف الوسط ألعب اثنين محاور عنده لعبين عنده حلول أنا قاعد أفكر معه كأسر أقول بروزوفيتش وخلي علي الحسن أوتافيو أمام بروزوفيتش وعلي الحسن مباراة العين أوتافيو ما لعب بروزوفيتش شوف يمكن خسرنا جهد البدني بالنسبة لأوتافيو من ناحية اللجومية على حساب النواحة الدفاعية كان يقدم مستوى كبير أوتافيو في استخلاص الكرة ولكن لما يكون كرة مع النصر قوتها ممكن خمسين بليمية أنت أتابع لعب مهاري لعب يجيد الصناعة لعب يسجل أهداف عنده الحلول أنت فقدت في النواحة الهجومية واستهلكت في النواحة الدفاعية هذه أفكاره هي استراتيجية بالنسبة للمداربين الاستراتيجية شنو؟ طريقة لعب في طويلة المدى من بداية الموسم أنت موجود من بداية الموسم تحط احتماليات الفريق الأمامك يستحوذ قوي عنده نجوم يحاول أن يبحث عن الفوز يكون لك طريقة لعب أخرى ولكن إذا أنت فريق أقل منك مثل الرائد الجودة والعناصر بالنسبة لنادي النصر تقدر أنت تلعب في الضغط العالي ولكن لا تترك المساحات خل التوازن بعدد اللاعبين خمس لعبين يهاجمون خمس لعبين في الحالة الدفاعية وفيه لعبين آخرين أنا أعتقد في نزول مستوى الابورت لماذا تصر؟ المفرض المدافع يكون هو أفضل عطاء في نفس المستوى عندك غيابات نعم مرت في ظروف الآن عندك أمام يعني محك رئيسي أنا بنجة نظري الدوري أعتقد يعني صعب على نادي النصر ولكن عندك دوري أبطال آسيا عندك كاسر الملك عندك سوبر تلعب في طريقة شلون تأمن مناطق الدفاعية لأنه في النواحة الهجومية عندك لغة